ايران تسرع الخطى لتجاوز الحد الاقصى المسموح لها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي دبلوماسيون متابعون لعمل الوكالة الدولية للطاقة الدرية كشفوا ان المفتشين النوويين تحققوا الاربعاء من ان ايران تملك مئتي كيلو جرام تقريبا من اليورانيوم منخفض التخصيب وهو ما يقل بثلاثة كيلو جرامات عن الحد الاقصى الذي توقع المفتشون ان تصل طهران له بداية الاسبوع المقبل ويرى مراقبون ان خطوات ايران تساهم في اضعاف الاتفاق النووي الذي سعت لانقاذه لكنها تضع شركاءها الاوروبيين في الاتفاق بين خياري تخفيف الضغط الامريكي عليها او انتهاكها لبعض تعهداتها في الاتفاق الولايات المتحدة بدورها اضافت الى لائحة العقوبات اسماء جديدة ردا على تصرفات ايران في المنطقة بحسب واشنطن التي ترغب في اجبار طهران على الدخول في محادثات بشأن برامجها النووية والصاروخية وفي هذا الاطار اكد المبعوث الامريكي الى ايران براين هوك ان بلاده ملتزمة بسياسة الضغط الاقتصادي القصوى التي قال انها تحرم ايران ووكلائها في المنطقة من مستويات ايرادات تاريخية حسن جوليد العربية